أشوف اليوم وزني في أول يوم في السنة الجديدة كما وعدكم بالحلقات السابقة اليوم خلنتكلم عن كيفية قياس الوزن بطريقة صحيحة وتجنبك من الأخطاء هيا بنا طبعا لقياس الوزن يحب أن يكون عندك بالبيت ميزان مثل بيعو بكل الأسواق ميزان عادي بسيط ولكن أخواني الكرام يوجد بعض النقاط المهمة لكي نقيس وزننا بطريقة صحيحة وخذ هذه المعلومات لأنها مفيدة جدا أول نقطة الميزان يجب أن تخصص له منطقة معينة بالبيت أو بغرفتك أن هذا المربع تكون نفس المربع ونفس المكان اللي أنت تقيس وزنك عليه ليش؟ لأن في بعض البيوت ومعظمها تكون الأرضية غير يعني بين مربع ومربع يتغير الوزن إلى غاية تقريبا كيلو جرام فهذا يؤثر علينا نحن لأن إحنا حابين كل كيلو جرام نخسره فإذا إحنا يصير في عندنا اختلاف بالقياس هذا يسبب بشوي يعني يحبطنا فالأفضل أنك تختار منطقة واحدة لقياس الوزن في بيتك متى نقيس الوزن بطريقة صحيحة؟ قياس الوزن يفضل صباحاً بعد التواليت ويكون المفضل بملابس خفيفة أو بالملابس الداخلية طبعاً قياس الوزن أثناء النهار أو بعد الأكل أو بعد عزومة وهذا الشيء خطأ يا أخوان الكرام لأنه سيزيل وزنك لأكثر من كيلو جرامين أو أكثر فالأفضل صباحاً وتكون بملابس خفيفة هاي نقطة مهمة يوجد نقطة تقنية بالنسبة للميزان البيت ميزان البيت ببطاريات الأفضل أنك تغير هذه البطارية كل فترة لأن إذا البطارية صارت قديمة وهذا مشكلة كبيرة لأن ممكن يزيد عليك الوزن بشيء كبير فأرجو التنبه لهذه النقطة ما تنتظر أن البطارية تخلص للآخر غيرها باستمرار النقطة التالية وهي المهمة أنا مثلاً للناس اللي عندهم اشتراك بالنادي بالنواد الرياضي يكون عندهم الميزان يعني يكون مخصص لقياس الوزن بطريقة أدق فأنا أتبع هذه الطريقة يعني أتوزن بالبيت وأتوزن بالنادي الرياضي وطبعاً قراءة النادي الرياضي ميزان النادي الرياضي تكون صحيحة ودقيقة أكثر من ميزان البيت فالآن سوف يطرح سؤال أكيد يعني مثلاً يقول لك دكتور أنا ما عندي ميزان بالبيت وما عندي قدرة أتوزن كل يوم أو هو توزينك كل يوم هذا غلط هذا يعني موشي صحيح لازم تتوزن كل فترة معينة سوف نتطرق لها طبعاً فإذا ما عندك إمكانية تتوزن بالبيت ما عندك ميزان أو ما عندك اشتراك بالنادي ممكن تتوزن مثلاً بالصيدلية أعتقد في بلداننا العربية الصيدليات تحتوي على ميزان يعني هذا أقل شي ممكن نعمله ولكن من أفضل الطرق بدون ميزان كيف تتعرف أنك أنت خففت وزن أو نقص وزنك بدون ميزان ويكون دقيق حتى بدون ما تعرف هذه الأرقام من خلال ألبستك اللي أنت تلبسها فعنطيك طريقة ذكية لكي تعرف شلون أنك هل أنت نزل وزنك لا تجيب مثلاً قميص أو ملابس تكون ذيقة عليك بنطال يكون ذيق عليك فأثناء عملية خسارة الوزن راح تشوف وتحس أنه الهدوم والملابس صارت يعني تلبسها بطريقة أسهل وما تحتاج أنك يعني تضغط على نفسك فهذه طريقة سهلة لكي تعرف هل أنت نقصت وزن أو لا وطبعاً خلال أسبوع ما راح ينزل هالوزن بهالطريقة الكبيرة ولكن إخوان كرام أعرفكم على أهم الأشياء بالنسبة لقياس الوزن وما تقيس وزنك كل يوم لأن هذا شي خطأ قيس وزنك مثلاً كل أربع أيام أو تقسم الوزن المطلوب بالأسبوع أو بالشهر اللي أنت حاب تخسره مثلاً خمس كيلوات بالشهر أو ست كيلوات بالشهر تقسم هذه الست كيلوات على ثلاثين يوم مثلاً كل أربع أيام أو كل خمس أيام عندك بالدفتر بالحلقة السابقة ذكرت أنه لازم يكون عندك دفتر خاص بالبرنامج أنت تحدد مثلاً بواحد وواحد مثلاً يوم واحد وواحد ألفين واربع وشرين كان وزني للأسف مثلاً للأسف مئة وعجرين كيلو فأنا أريده خلال الأسبوع أو الشهر أنقص خمس كيلو فهذه الخمس كيلوات أتقسمها على ثلاثين يوم يعني كل أربع أيام تقيس وزنك وتسجل أو كل خمس أيام حسب الإمكانياتك إذا عندك ميزان أو ما عندك ميزان فحبيت اليوم أترك بشكل سريع بالنسبة لموضوع التوزين إخواني الكرام لأن جميع هذه الأمور اللي أنا أشرح لكم إياها مهمة جداً لكي نحصل على نتيجة صحيحة وسليمة ولكي ما نفقد الأمل بحصولنا على هذه النتيجة وأنا معكم بإذن الله ورح تشوفوا تغيرات كبيرة بإذن الله تعالى على وزني وعلى يعني البرنامج ودائماً أشرح لكم أشياء جديدة تابعوا القناة اشتركوا بالقناة وشجعوني وأتمنى لكم الخير السلام عليكم اشتركوا في القناة